طالبت الأمم المتحدة الحكومات المانحة بتقديم مساعدات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار إلى سوريا التي أدى انتشار فيروس كورونا فيها إلى ارتفاع أسعار الغذاء وبالتالي تعميق الأزمة الإنسانية وقالت الأمم المتحدة خلال مؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد عبر الإنترنت قالت إنها تحتاج هذا العام إلى جمع 3 مليارات و800 مليون دولار لمساعدة نحو 11 مليون إنسان داخل سوريا كما تحتاج إلى أكثر من 6 مليارات دولار أخرى لمساعدة نحو 6 مليون ونصف المليون سوري فروا من بلادهم في أكبر أزمة لاجئين في العالم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي ألقى كلمة الأردني في المؤتمر أكد أنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية أصبحت احتياجات اللاجئين السوريين أكثر إلحاحة خاصة مع انتشار فيروس كورونا وأضح الصفدي أن الأردن بحاجة خلال ثلاث سنوات إلى ما قيمته 6 مليارات و600 مليون دولار لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني ودعم المجتمعات المحلية المستضيفة إضافة إلى دعم اللاجئين أنفسهم